بسم الله الرحمن الرحيم رح أحب بكم وعزائنا الطلبة في هذا الدرس درسنا دورة تحدث اللغة الإنجليزية إن شاء الله رح نبدي بهذه الدورة عيني هسا طلع بركزوا إياي خلأ أشرح لك النظام اليوم رح نبدي هسا كبداية أسئلة وأجوبة هاي الأسئلة تنحفظ هي والأجوبة مالتها وأريدك التابع وراء ما ناخذ الأسئلة والأجوبة رح ناخذ محادثة طبعا رح ناخذ محادثة ورح يكونون اثنين يشاركون بيها ونشوف يعني نشوف شلون رح يبدي الكلام وشلون رح ينهي الكلام وشلون رح يكون التنغيم وارتفاع وانخفاض الكلام طبعا أي كلام أول ما يبدي How are you الجواب رح يكون I am ok I am great أو I have been better ركزوا إياي انتبهوا علي انتبهوا يمي زين هسا How are you كيف حالك اكتبوا لي يمكم اكتبوا لي يمكم ملاحظات اكتب لي يمك ملاحظة اكتبوا لي يمكم ملاحظة عند البدء بدء الحديث باللغة الإنجليزية نقول Hi ثم الاسم عند بدء الحديث أو الكلام باللغة الإنجليزية نقول Hi ثم ثم الاسم يعني اسمك من أريد أبدي حديثي باللغة الإنجليزية دائما أقول Hi ثم الاسم مالتك يعني انت شنو اسمك كمل الملاحظة ثم نجاوب ثم نجاوب ثم نجاوب بhello راح نجاوب بhello يعني الكلام راح يكون Hi الجواب راح يكون Hello ثم اسمك يعني راح نبدي هسا كلام أنا ومحمد عبد الأمير محمد خليك وياي محمد عبد الأمير خليك وياي Hello I am Mr.Mحمد إي هسا محمد راح يكون لح كلام وياك انتبه يمي أنا راح أقول لك Hi انت راح تقلي Hello أنا راح أقول لك Hi I am Mr.Mحمد انت تقلي Hello I am محمد أوكي نعم Yes Hi I am Mr.Mحمد Hello I am محمد جيد طلابنا الأعزاء هذا هو أساس الكلام باللغة الإنجليزية أنا حسا باللغة العربية من أريد أتحدث من أريد أتحدث من أريد أسولف أقول السلام عليكم ترجع انت تقلي وعليكم السلام هذا باللغة العربية بس باللغة الإنجليزية الحديث الوضع يختلف لازم أنا أبدي كلامي بهاي ثم اسمك أنا دا ألتق بشخص لأول مرة دا ألتق بشخص لأول مرة لازم أنا أعرفه عن نفسي أقول هلو مرحبا أنا اسمي فلان حتى أنت بعدها تسأل عن اسمه عنوانه كذا تبدأ تتعرفه بشخص لأول مرة هذا أساس الحديث باللغة الإنجليزية شون تتحدث باللغة الإنجليزية ورها راح تقولنا مثلا هاو أريو كيف حالك هاو أولد آريو هاذي كلتها هذا هو أساس الحديث وهذا هو أساس الكلام باللغة الإنجليزية طبعا ورما أنت تقول له هاي هاو أريو أو تقول له هاي أيام فلان راح تقول له نايس توميتيو نايس توميتيو طبعا اللغة الإنجليزية لغة تخبل والله العظيم لغة راقة تستفاد من عندها خليك خليك يتابع ويايا بهذه الدورة صدقني راح تستفاد صدقني واللي ما عنده لغة والله العظيم بعد خمس ست سنوات خصوصا بالعراق خصوصا العراق دي يصير به واي تطورات يعني بالأيام لأنه أكو قطعة خاص الناس إذا تعتمد على أنفسها ماذا تعتمد على الحكومة فبدت الناس تفتح شركات وتبدأ معاهد وكذا فاللغة الإنجليزية كلش كلش مهمة اللي ما عنده لغة صدقني راح ما يلقي أي شغل أي شغل ما راح يلقي صدق زين عيني هسا فنادق بغداد فنادق بغداد وبربيل فندق فندق لا تريد تشتغل عادة فندق ما تقدر تشتغل فندق إذا ما عندك لغة زين ومرات شركات سياحية يعني إذا وحدة من الطالبات تريد تقدم تقول أنا أريد أشتغل بشركة سياحية محترمة ما راح تقدم ليش ما راح تقبل ليش هاي الشركة إلا إذا عندك لغة إنجليزية فاللغة الإنجليزية أساسية فتابعوا إيايا أول بأول حتى تستفاد الحديث باللغة الإنجليزية أبدأ بهاي يبدأ nice to meet you معناها تشرفت بيك nice to meet you nice to meet you كتبت لكم إياها بالتعليقات معناها تشرفت بيك nice to meet you إنتش راح تجاوب راح تقول لي nice to meet you to وأنا أيضا تشرفت بيك nice to meet you to هسا طلابنا العزاء ركزوا إيايا إنتبه يمي إنتبه يمي راح أعيد الحديثة من البداية إذا أنت تريد تتكلم مع الشخص لأول مرة تقول لي hi I am فلان هو راح يرجع يقول لك hello I am فلان إنتبه nice to meet you هو يرجع يقول لك nice to meet you too يلا من يقدر من يقدر ويايايا هسا يلا من يقدر ويايايا يلا طلاب يلا آية يلا آية hello I am Mr. Mحمد nice to meet you nice to meet you جيد وضحت الفكرة هسا طلاب يلا يلا عين أريد اثنين يلا على السريع يلا اثنين شاركوا على السريع أريد اثنين طلاب اثنين يلا على السريع يسوون هاي المحادثة يلا رشا رشا وتبارك يلا رشا وتبارك يلا على السريع بالبداية تقولين هلو ايام فلان رشا انت اول مرة تلتقين بتبارك باعتبارك ما ملتاقية بها ابد اول مرة باعتبارك اشتركوا في القناة جيد احسنتم اشتركوا في القناة 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 هل عمرى 10 عام ما هو اسمك اسئلة الاخرى ماذا اسمك ماذا اسمك من يقدر يقرأ لي هذه الجملة ما هو اسمك عيدي هالنطب؟ ماذا يعني أبوك؟ ما ينخفض بجواب ماذا تعني؟ مو السؤال وجوبي يكون نفس الشي نعم نعم ما قاعد اسمع ايشي صوت شوي اربعي بعد نعم أقرح ماذا تعني؟ انا من كوت ماذا تعني؟ أنا من كوت أين أخك؟ أين تفعل؟ أين تفعل؟ أين تفعل؟ أين تفعل؟ ماذا تفعل؟ أين تفعل؟ قعد تشرب أنت؟ وماذا تفعل؟ ما هي وظيفتك؟ لم تفعل؟ ما تفعل؟ ما تفعل؟ أين تفعل؟ أنت عندما تعطي إلى العمل؟ مثلاً تسأل صديقك تقل له اقول لك رحت للشركة لا والله ما رحت يقول لك وين دي كومه شوكت تجي يقول لك مثلا ساعة سبعة وين دي صليب شوكت تنام انام ساعة عشرة مثلا او كذا هسا راح ابدي الكلام ويا استاذ حسام استاذ حسام راح ابدي الكلام وياك من ضمن هاي الاسئلة وراح ابدي اتعرف وياك لأول مرة وكون انا ما عرفك لأول مرة وراح نبدي نسأل وانت راح تجاوبني حلو ايام بستر محمد شكرا ايام بستر حسام ح lumhh م gases مها الصغيرا ايام بستر حسام يا ايام بستر حسام كيف حالا نحن انا حسرب انا حسرب انا حسر شلّبت بيها I am fine thank you عفوها هذي زين أوكي طبعا مرات مرات إحنا نسأل الواحد نقل How are you بالإنجليزة هو وضعه فعلا موزيا بس يقولك I am fine thank you لأنه ما يعرف غيرها بس يقولك I am fine thank you بس هذا الشي خطأ أوكي مستر حزام How old are you مستر حزام I am 32 years old أوكي And how old is your brother My brother is العفو Yes How old طبعا هنا بس راح تقول He is وثم الرقم ما يحتاج أنا أكتب My brother old is كذا وكذا هذي هذي يعني لغة قديمة إحنا هس حاليا اللغة الإنجليزية لغة إختصارات فبس أقول He is كذا مثلا يس مستر حزام Go ahead استمر طبعا Go ahead معناها استمر طلاب My brother old is 27 years old مستر حزام ما يحتاج بس تقول بس تقول He is 24 مثلا خلاص بس تقول إيه إيه يعني ما يحتاج أقول مثلا My brother years old يعني اشقد عمر ابوك يعني اذا هو حي واذا متوفى الله يرحم ممكن تقول he is dead يعني هو ميت he is 53 years old he is 53 he is 53 this is good طبعا what is your name يعني احنا نعرفها كل اتنين طبعا what is your name ما يحتاج اقول my name is علي او كذا بس اقول ايام علي ايام احمد ايام كذا هذي طلاب العزاء اللغة الانجليزية بتطور لنظلون متشلبين بالقديم my name is خلاص what is your name my name is هذي قديمة اقول what is your name اقول ايام علي ايام احمد خلاص what is yes mr حسام what is your father's name ادريس ادريس good where are you from mr حسام i am from ninawa i am from ninawa and where is your brother from he is from ninawa he is from ninawa and what are you doing now what are you doing now what are you doing بدال ما اقول i am cleaning my room اقول i am studying english yes i am studying english i am watching lecture i am watching lecture what are you drinking mr حسام i am drinking water do you like cola no i like cola no no it is not good yes yes try to speak in english please it is not good yes i know 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 that cola is not good but i like to drink cola no okay okay mr حسام what do you do i am teacher okay what is your subject teacher of what teacher of chemistry ah history or chemistry ah chemistry oh so you are good in chemistry okay yes good okay okay this is good so and when do you when do you go to school mr حسام uh at 12 o'clock at 12 o'clock ah yes okay when do you sleep mr حسام uh uh 11 yes get out thank you very much mr حسام thank you thank you hey flash to a some هاي الجمل هاي الجمل تنحفظ حفظ مثل اسمك عالغيب تحفظ ليها هي السؤال وجواب لحد يجييني باجر يقلي ما حفظها ولحد يقلي الفلسف يقلي لا أستاذ ذني مو مهمة ذني مهمات لدرجة ما تصورها أدري بيهن سهلات وأدري بيك تعرفين بس أريدك تحفظ ليها كتابة وأريدك تحفظ ليها النطق وأريدك تحفظ ليها القراءة زين شو أحفظهم من خلال التكرار أكتب بالقلم وظل أعيد وأسقل بيها أكتب بالإنجليزي وبالعربي بالإنجليزي وبالعربي أكتب what are you doing قدامها بالإنجليزي وبالعربي what are you doing طبعا إحنا ليش مخلي لك خط أصفر على الدو طبعا الدو هذي راح أغيرها بدل ما أقول دو راح أقول درينك what are you drinking what are you eating إجدتاكل what are you playing إجدتاكل what are you talking إجدتتكلم كلها راح أغير بيها براحتي وأقدر أتكلم براحتي منو بعد يتحدثوا وياي خنسوي محادثة يلا بعد منو مسأل عفو أستاذ نعم نعم مستر حسام يس قوهيد السؤال أقول أين أنت من بصرة بس بالترجمة الترجمة مو حق يعني 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 خطأ مطبعي له مقاصد وين قصدك يعني أنا كاتب من العراق نعم خطأ خطأ مطبعي خطأ هذا مطبعي طبعاً أنا يعني 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 هذا الخطأ المطبعي هو أنا يعني هو صار خطأ بس أنا فرحت بي صار خطأ تعرف ليش لأن ما أريد طلابي تشلمون عليه بصرة 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 عراق 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 أريد الطالبي شوية ينوع صح أي ما أريدك أريدك تذكر لي منطقتك الحقيقية حتى يكون ارتباطك إن شاء طلاب عيني أتمنى تعفون الملف والله العظيم ما يخالف أنا نزلكم الملف أتنزلكم الكتابة عالبيت شتردون أنا حاضر بس انتبهوا إياه يرحم والديكم خلي نبدأ منحاضر وخلي نتعلم بالله عليكم عفوا الملف والله العظيم أن نزلكم أقسم بالله العظيم أن نزلكم هاي انتهي نهزة من موضوع الملف هاي هاي آما أنا أنا نور هلو؟ أنا نور سمع لتحدثين نور سمع لتحدثين أنت جاكي حسن نور، أين أنت من أين؟ أنا من الأن واسط أنا من الأن واسط أنا أطراك في الوسط لكنإن أطراك في الوسط حسناً أستاذ خلّفين إستاذ لا ضعيفين الضعيفين الضعيفين يا معاود كشي ما رايت لا يخالف يا اخي خلي صير غوضاء وخلي صير غوضاء ولا صير نوم انا ما احب الطالبي نام بالدرس اريد سوال وجواب اريد ويصير مناقشات خل صير غوضاء ولا يصير خمول يعني عندكم اريد الصير غوضاء ولا يصير خمول هستوي اياه يلا نور نور و هل ن sim所حن، نور نر تل bei نور انا 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 عن واسط انا انا مع انا سب الواسط انا دعاء حسنا كيف انتز listener انا ااا او او اكي انا انا عم يعم انا الت مร Uganda إذا اني وضع كلي يسن وطور répondre انا امام جيدا انا اضع طب انا امام جيدا كيف عمرك؟ انا 19 19 انت 19 نعم نعم كيف عمرك؟ انا رقما انا رقما رقما انا رقما انا كن reckon استفالي اون رقما 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 وم PAO صحيح هي.. 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 نعم هاكملاني هي.. حسنا وماذا نملكك؟ هي.. علي هو علي حسنا نور علي نعم شكرا نور 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 ماذا تفعل؟ نعم 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 طبعاً اليوم بيها مجال بس والله يا هشام وأنور باتر إذا صافنيني مثل هذه الصفنة أزعل عليكم زعلة لا حيل 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 هذه الوضعية ما تمشي على باتر تزعلوني حيل تحيل الزعلوني إذا كل سؤال تظل صافن به شيء الوضعية سال فتعبانة هذه هذه الأسئلة لازم تنحفظ وريدكم تدربون بينهاتكم تحفظ السؤال والجواب يعني بأي لا احتمال باتر أقول لك أنور يلا ويا أستاذ حسام يلا نسوي لي المحادثة بالإنجليزيا بالعربي إحتمال إحتمال إنت إنا تقل الإسأل كل هذه الأفضاء الحفظ كيف أحفظ هذا السؤال والجواب أكتبawa وأكتب هوا ريو وأكتب وألفظ انتبه يمي، انتبه يمي نه líder اني Jac privacy, الآن حالياً اسمي هشام وأريد cyt кстати حفظ المحادثة ماذا سأحفظ المحادثة هلون؟ ماذا سوف أحفظ هذه المحادثة؟ دعوك كمي دعوك كمي دعوك كمي بالله هسا سوف أشوفك شلون راح تحفظ سوف أشوفك قدامك شلون راح تحفظ زين أجي على مثلاً هاو آريو أجي أكتب بالدفتر هاو مو إلا هاو آريو مثلاً هاي الجزء غلبكم تعرفها هاو آريو هاو آل تشوفون وياي هاو آل آر آريو هاو آل آريو معناها جد عمرك هاو آل آريو أكتب قدامها كم عمرك أفتح النوب أبدأ خط جديد هم أكتب هاو آل هاو آل آر يو وأكتب بالعربي قدامها كم عمرك ومن ألفظ ومن أقره من أقره لازم آني أكتب يعني عفوا من أكتب لازم أقره يعني لازم أقول هاو آل آريو كم هو عمرك هاو آل آريو هذا طبعا مثال أخوان هذا مثال يعني مو معناها قصدي يعني أي كلمة وأي جملة هيتش لازم تتبع هذا النظام أقسم بالله العظيم اللي ما راح يمشي على هذا النظام والله ما راح يتعلم يا أخي جرب سو هيتش وشوف ما راح يتعلم هاي الكلمات مثلا هاي كل مو معناها؟ كل مو معناك هي جملة أحفظها عادية وما لك علاقة أنا راح أعلمك بعدين شلون راح تستخدم الفعل المساعد وشلون راح أتغير بي وشلون راح تعرف شو نفائدته وشو وقت نحذفه وشو وقت نخلي هاي التفاصيل راح نأخذها بعدين وين دو يسليب؟ أكتب وين دو يسليب؟ أكتب وين دو يسليب؟ أكتبها وأكتب جواب قدامها والسؤال وأحفظ السؤال والجواب بالإنجليزة وبالعربي ولا تنسى من تكتب تحفظ وأكرر بيها وأسأل نفسي وأخلي صديقي يسألني أو أخلي أخوي يسألني هذه الأسئلة والأجوبة كلها لازم تنحفظ وهي ترى أسئلة بسيطة أخوان يعني والله عليكم وهذه أسئلة هذي يعني والله العظيم بسيطة هي شنا هذي هسه أخوان واضحة لهنا أحد عنده سؤال أحد عنده مشكلة أكو شيء ما مفهوم هسه هاي المحادثات كلها لازم تنحفظ باشر يزعلني حيل وتغذني حيل إذا أقول للطالب يلا طبعا باشر متبوع لي على المحادثة وتسألني باشر قبل لا تقوم قبل لا تجي تشرح أحلفك يمين أحلفك يمين بأنه أنت ما تفتح الكتاب على الغيب قاعد تتكلم واحتمالي الشباب أخليهم يفتحون كاميرا قدامنا ويتكلمون احتمالي يعني حتى أشوف صدق أنت قاري لو لا وطبعا الأسئلة مو إلا بالترتيب الأسئلة عامة هي هي أصلا محادثة تعريفية شون تتعرف على الشخص لأول مرة بالبداية تعرف اسمك باتشر راح يكون عندنا نظام كل اثنين راح يشاركون وراح نحفظ إن شاء الله هاي المحادثات طبعا هذا هو الجانب الأول من محادثتنا من هذا محاضرتنا عبارة عن أسئلة وأجوبة هاي الأسئلة تعريفية لأول مرة مفهوم طلاب هنا عيني أحد عنده سؤال لا 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 لدي نظام على أسماء الموجودين وراح نخلي حسب نظام عندنا مثلا اليوم عشرة هذول العشرة اللي شاركة واليوم باتشر ما يشاركون عقوب باتشر يشاركون يعني بين محاضر ومحاضر راح تجيك مشاركة مفهوم طلاب طبعا احنا عدنا يعني جانب آخر من المحاضرتنا وهذه هي عدنا محادثة ما التعارف باللغة الإنجليزية طبعا بالصباح أنت تتعارف أول مرة لشخص مرحبا ما هو اسمك؟ عادي أقول مي نيم بدل ما أقول مي نيم إز أيمن أقدر أقول I am أيمن مرحبا ما هو اسماعيل مرحبا ما هو اسماعيل مرحبا ما هو اسماعيل طبعا احنا كليتنا بالعراق فكل واحد راح يذكر اسم المدينة مالتة هذا راح يقول لها I am from France أنا من فرنسا احق لها How old are you راح تقلوا الاستاذ والله وايا ما اللحق نحفظهن لا يعيني ترا هنا نفسن الأسئلة لأوجوبة مسوينا نحنا محادثة ها؟ صح لا مصح؟ صح الصح نفسن هنه نفسن نفسن نحنا مساوين هن محادثة نفسن How old are you شقد عمرك Me too What is your profession يعني ما هي مهنتك أو What is your job شني وظيفتك أو What do you do ماذا تفعل نفسه أقدر أقول I am teacher I am student حسنا هذا جيد Where do you live in France يعني انت وين تعيش في فرنسا طبعا هنا هاي فرنسا راح نغير يعني معناها اسم مدينة I live in Paris أنا عيش في فارس Are you married No Not yet لا أنا ما بالزوج What kind of places do you live in ما هي الأماكن اللي أنت تعيش بها وين يعني المكان اللي أنت تعيش بها وين شقة بيت شنو Where are you from originally يعني Where are you from originally يعني أصلك منيا بالضبط What do you like to do ما الذي تحب أن تفعله I like playing football أنا أحب لعب كرة القدم Nice to meet you اسماعيل Take care تشرفت بك طبعا ممكن هاي كلها أسئلة وراها أقول Nice to meet you عادي يعني مو بالضرورة لازم تكون Nice to meet you طبعا عادي مو مشكلة يعني المهم أنت لازم تعرف تتكلم هافا قود داي يعني طابة يومك يعني عندك يومك يلا هسا راح أسو هاي المحادثة ويا شخص يلا يعني من شوية صوته واضح وإنترنت يمن قوي أقدر أتكلم ويا هاي المحادثة يلا رفل يلا رفل 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 مايك تش بي مشكلة سد المايك سد المايك آن ساب شيرا اي اي سد المايك رفل بس غير مكانتش أو خلي سماعات خلي ضي ضي حامد يلا ضي رفلا رفلا منا منا أبدي منا منا؟ نحن عندنا محادثة راح نمشي عليها مرحب 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 أهلاً هل تتعلم هنا؟ هياً سنبدأ المحادثة سنبدأ المحادثة أستاذ 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 يا贝ون أستاذ جميعاً مرحبت كم من الفيديو؟ أستاذ 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 من أجل؟ أنا من بغداد. أنا من بغداد. حسنا. أنا من بابل. جميل أن أجدك. جميل أن أجدك. كملي؟ كم عاملتك؟ أنا 30. وأنت؟ أنا 19. حسنا. كملي؟ ما هو عاملتك؟ عاملتك؟ ما هو عاملتك؟ ما هو عاملتك؟ أنا أجل أنك مجموعة. ما هو عاملتك؟ كملي؟ هل أنت محبت؟ هذا جيد. أين حيث؟ ما هو عاملتك؟ حسنا. طبعا أنا أدري بكم شوية بعدكم ما تعرفون النظام. فمسألة طبيعية. هذا جيد. نعم. خليكم إياه. طلابنا الأعزاء. كل واحد راح يكون إلي لون. كل واحد راح يكون إلي لون. يعني أنت من تبدأ تتكلم إليك لون تمشي على هذا اللون ما للمحادثة. جيد. مرحبا. مرحبا. هاي المحادثة. طبعا أنا باتشر ما راح أنطيكم هاي المحادثة. اليوم شرحت لكم إياها. باتشر إن شاء الله راح أنطيكم إياها. ما قدر أنطيكم إياها هاي أول يوم. باتشر عندكم الأسئلة. تحضيركم باتشر إن شاء الله الأسئلة. الأسئلة. وتروحوا لي على الفصل. تروحوا لي على الفصل الخامس. تشوفون فصل الخامس. تروحوا لي على صفحة 35. تشوفون هاي الأفعال. هاي الأفعال تحفظوا لي جزء من عندها. أكت معناها يتصرف. أكت أكتد أكتد أكتد. آد آدد آدد. أغري أغريد أغريد يعني وافق. تحفظوا لي خمس أفعال. تحفظوا لي خمس أفعال من هذول الأفعال. راح تقل لي استاذ. يعني شون إحنا نحفظ أفعال. شين سوى بهين طلابنا الأعزاء صدقني. أفعال أساس اللغة الإنجليزية. والله العظيم والله العظيم. ما راح تتعلم لغة إنجليزية. ولا راح تصير عندك انجليزية اذا ما عندك افعال مجموعة افعال صدقني فيا اخوان ركز على الافعال دير بالك على الافعال احنا انا لكل يوم راح امتحنكم بسبع ثمان افعال كل يوم زين طلابن هسا حتى نكون واضحين حتى نكون صريحين امامكم محاضرتنا ان شاء الله باشر شن هو امتحاننا امتحاننا بشن راح يكون سبع افعال شاذة والاسئلة والاجوبة شن امتحاننا باشر طلاب سبع افعال مفهوم ان شاء الله ان شاء الله مفهوم دكتور طبعا هساني ان شاء الله من راح نحفظ الافعال راح ادخل لكم اياهن بجمل وراح تشوفون شنو فائدتين راح تشوفون شنو فائدتين ان شاء الله محاضرتنا باشر وباشر راح ناخد محادثة وراح نعلمكم اشلون تسويون المحادثة وراح ندربكم على هاي المحادثة اشتركوا في القناة